في مقابلة خاصة مع الحدث أجرتها الزميلة سارة بن عيشوبة قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إن الحكومة العراقية تركز الآن على تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد لتتمكن البلاد من العودة إلى المجتمع الدولي وأشار الرئيس العراقي إلى أن خروج القوات الدولية أو بقاءها في العراق قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان كما أكد أن العراق يريد علاقات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية مع الأمريكيين ولا يستطيع تجاهل العلاقات مع دولة قوية بحجم الولايات المتحدة وشدد الرئيس العراقي على أن الحكومة جدت في تهدئة الأوضاع والتوصل لاتفاق مع كافة الأطراف السياسية والأمنية ولفت إلى أن القوات الأمنية جيدة والجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية تواجد الأمريكي أو التحالف الدولي باتفاق بالحكومة العراقية وكذلك أي جدول زمني بالنسبة لهم بقاءهم أو خروجهم لازم تكون قرار الحكومة العراقية طبعاً هالقرار الحكومة العراقية مو فقط قرار شخص أو شخص أو مسؤولين عراقين بالتنسيق مع الكتل السياسية بالتنسيق مع البرلمان العراقي وكذلك لكن قرار النهاي قرار الحكومة العراقية والحمد لله بدأنا بهالاتصالات الموجودة احنا اتفاق كان موجود لتواجد التحالف الدولي في الفترة الأخيرة لمحاربة الإرهاب في العراق خاصاً الداعش الآن خطر الداعش في العراق الحمد لله أقل بكثير من السابق لكن تواجد التحالف الدولي لحد الآن قسم منهم قسم صحيح منهم موجودين في العراق وهذه النقاشات مستمرة وأنا متفائل بالنسبة للاتفاق النهاي بين الطرفين نريد علاقات طيبة دبلوماسية سياسية اقتصادية تجارية مع أمريكا أمريكا قوة كبيرة في العالم دول ما نقدر نهمل قوة وضرورة العلاقات جيدة وقوية مع الأمريكان في كل المجالات نركز على استقلاليتنا لأن عانينا من التدخلات الخارجية والتدخلات الخارجية الغير مرغوبة أدت إلى نتائج سلبية في العراق وذلك استقلاليتنا والديمقراطية في العراق أهم من كل شيء أنا باعتقادي هذه التصرفات صارت خلال الفترة الماضية فترة قصيرة وهاي تأثيرها كانت نتائج العدوان على غزة أواطف الناس أنا باعتقادي الحكومة العراقية جادة في الوصول إلى اتفاقات مع كل الأطراف السياسية وحتى الأمنية في العراق لأن قواتنا الأمنية جيدة وجيش العراقي قابل لتحديات داخلية وأنا باعتقادي حتى الخارجية وأملي كبير على أساس الاتفاقيات التي صارت بين الأطراف السياسية أو حتى الأمنية نتيجة لجهد الحكومة تأدي إلى نتائج إيجابية ولفت الرئيس العراقي إلى أن العلاقات جيدة بين العراق والمملكة العربية السعودية مؤكداً حرص المملكة على أمن واستقرار العراق والحمد لله نجحنا بتخارج ملوشات النظر بين المملكة العربية السعودية والجمهور الإسلامية الإيرانية وحاولنا كذلك رجوع سوريا إلى الجامعة الدول العربية العلاقاتنا الجيدة مستمرة ونحن الآن نحتاج المستثمرين في معظم الدول العربية وأنا باعتقادي أنا قبل فترة قصيرة كنت في زيال السعودية وحتى السعودين متفاعلين بالعلاقات القوية جيدة مع العراق وهم مثل أنت ما شرحتي بغداد هم مهتمين باستقرار العراق وأمن العراق وكذلك تنطور في العراق كما طلب الرئيس العراقي الأكراد الإيرانيين والأتراكة بعدم استخدام العراق لشن هجمات على الدول المجاورة مؤكدا أن صلاحيات إقليم كردستان دستورية ولا توجد أي جهة رسمية ترغب بسحبها نحن نرفض استعمال أراضي العراقية ضد أي دولة مجالدة أو أي دولة صديقة توصياتنا للأكراد إخوانا الأكراد اللي جايين من إيران يعيشون في أراضي عراقية وكذلك الأكراد من تركيا اللي يعيشون في أراضي عراقية توصيتهم إلهم وطلب منهم عدم استعمال أراضي العراقية هجوم على دول الجوار وكذلك دول الجوار الصديقة وفيما يتعلق بالأزمات القائمة بين أربيل وبغداد قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إن هناك خلافات بين أربيل وبغداد حول الموازنة والنفط لكن المفاوضات مستمرة بين الجانبين موضحا أن سحب صلاحيات إقليم كردستان غير وارد الصلاحيات الإقليم صلاحيات موجودة دستوريا ما يكون جهة رسمية عراقية طالبة بسحب الصلاحيات الدستورية اللي موجودة في إقليم كردستان إراق دولة فدرالية وإقليم كردستان عندهم فدرالية وماشين في تطبيق الفدرالية في إقليم كردستان أنا باعتقادي يجوز لدينا بعض المشاكل المشاكل حول الميزانية حول قضاء النفط لكن الاجتماعات والتداول مستمر بين الطرفين وأنا متأكد نوصل إلى نتائج إيجابية قضية سحر صراحية من الفيدرالية غير واردة وما أتصور أكون جهة رسمية لا من الإقليم ولا من العراق تفكر بسحر صراحية من إقليم كردستان من أربيل ينضم إلينا عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني محمد زنقنا أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد وامن بغداد ينضم إلينا القيادة في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي أهلا ومرحبا بك معنا سيد رحيم وفقا للرئيس العراقي قال بأن الحكومة جادة في تهدئة الأوضاع والتوصل لاتفاق مع كافة الأطراف السياسية والأمنية فعليا إلى أين وصل الحوار مع الفصائل العراقية وهل فعلا تراجعت هذه الفصائل من خلال ضغط عراقي عبر الحكومة أم من خلال مطالب وضغوط إيرانية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاستضافة مساء ساعدين عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى مشاهدي الحدث في الحقيقة بغداد سعد في كل التفاصيل التي من خلالها يمكن أذياب إلى الاستقرار الأمني واستدباب الأمن وأن تكون هناك علاقات جيدة في ظل ما يحدث في الشرق الأوسط الشأن العراق الداخلي استطاعت أن تمسك بزمام الأمور وأيضا كان لنا دور كحكمة في تهدئة هذه التفاصيل وكانت لقاءات متعددة ومكوكية لسيد الحكيم وبالتالي ذهبنا إلى طمالة الطرفين والذهاب إلى هدنة طويلة الأمد لكن يجب أن تنعك نتائج اللجان المشتركة وأن تكون هناك خصوصا في الجولة الثانية تكون نتائج نتلمسها من خلال الحوار ومن خلال النقاط المشتركة التي يتفق عليها الطرفان هذا ما نذهب باتجاه أن تكون هناك علاقات أمنية وفق قرارات مشتركة وفق رؤية مشتركة استراتيجية واستبدال التواجد الأمريكي بعلاقات اقتصادية دبلوماسية علاقات دول متحالفة حقيقية وليست كما يحصل الآن كأنما إعلام هي إعلامية أكثر مما هي علاقات حقيقية ما بين البلدين سيد جانجانا أيضا فيما يخص ربما الإقليم أكثر من غيره قال السيد رئيس الجمهورية العراقية بأنه وفقا لوصفه نحن ضد الخروق الأمنية في العراق من قبل أي طرف بما في ذلك تركيا هذا الموقف الرافض فعليا على أرض الواقع يطبق بطريقة توازيه من الرفض بما يخص التدخلات والخروقات من قبل تركيا مثلا نعم تحياتي لكم والزملاء والمشاهدين والسيد رحيم طبعا هناك اتفاق حكومي أمني بين الحكومات العراقية السابقة وأقصد هنا حكومة البعث وحتى قبل حكومة البعث لأسماح لتركيا بالتدخل عسكريا على الأقل في شؤون الشؤون العراقية وخصوصا في ثمانينيات القرن الماضي باختراق الحدود العراقية لمسافة لا تقل عن 35 إلى 50 كيلومتر هذا الاتفاق تم تعديله وزيادة مسافة التدخل في عام 2007 بين الجانبين العراقي والتركي إذن هذه المسألة بكل صراحة مكبلة بهذا الاتفاق العراقي التركي وإلا بكل صراحة كل التدخلات في الشؤون العراقية مرفوضة من أي طرف كانت ولكن الواقع السياسي يقول أن كل الأطراف تتدخل في الشأن العراقي العراقيون أنفسهم هم الذين لا يتدخلون في شأنهم إذن إقليم كردستان ينظر إلى هذه المسأل في إطار الدستور وفي إطار ما رسمه الدستور من صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية في هذا الإطار نعم بكل صراحة هناك واقع يجب التعامل معه بكل براغماتية اليوم الجانب التركي عندما يخترق السيادة العراقية فهو بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني إذن هنا لماذا لا يلعب السيد القائد العام للقوات المسلحة دوره الأساسي والحقيقي وبشكل واقعي وبراغماتي لإخراج هذه القوات والفصائل الغير منتظمة في المنظومة الدفاعية العراقية من الأراضي العراقية وقطع الحجة على الجانب التركي لعدم وجود مزيد من التدخل في الشأن العراقي هذا أولا ثانيا التدخلات هل هي تركية فقط ألا توجد تدخلات إيرانية بالتأكيد هناك تدخلات إيرانية هناك قصف صاروخي حتى هذه اللحظة الحكومة العراقية لم تتقدم بشكوى لمجلس الأمن حول ما حصل في أربيل بالإضافة إلى ذلك الجانب الأمريكي كيف يمكن التعامل مع التدخلات الأمريكية هل التدخلات الأمريكية مسموح بها نحن نعتقد بأن الأمريكان هم عرابوا العملية السياسية العراقية منذ 2003 كيف يجب التعامل معهم يجب التعامل معهم على أساسيات واقعية وعلاقات دبلوماسية تعتمد على الكثير من الأسس إن كانت دستورية أو بروتوكولية أو واقعية إذن الأقليم ينظر إلى هذه العلاقات في هذا الإطار دون أن يكون هناك انتقاص لا من السيادة ولا من الاحترام ولا من الخصوصية ودون أن تكون هناك انتقائية في التعامل مع هذا الموضوع أي يكون مسموحا للتدخلات التركية والإيرانية ويتم السكوت عن التدخلات الأخرى وبالعكس أيضا أو يكون التدخل على هوا فلان ولا يكون على هوا الطرف الثاني لذلك هذه المسألة بكل صراحة يجب أن تحل دستوريا وقانونيا والإقليم يرى في هذا الإطار بأن العراق يجب أن يكون واحدا وواضحا ومستقلا في التعامل مع كل الأطراف وفي تعاونه مع العلاقات الخارجية مع الدول ومع إن كانت إقليمية أو دولية على هذا الأساس هذا ما يراه إقليم كردستان في هذا الإطار سيد رحيم حرص ربما الرئيس العراقي على الحديث والتركيز على العلاقة التي تريدها أو يريدها العراق مع الولايات المتحدة وقال نريد علاقات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة كيف يمكن التوفيق بين العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة وبينما يحدث من تهديدات أمنية صراحة هذه الجدلية يجب أن تنتهي والعراق يسعى بدبلوماسية عالية يسعى بنفس طويل وبنفس يتعالى على الآلام التي حصلت نتيجة هدك السيادة العراقية مرات متعددة وبضربات لا أستطيع أن أقول عنها إلا أنها أضعفت الجانب العراقي أمام المجتمع الدولي لكن كثيرا ما يحصل في الشؤون الدولية أن تكون هناك عملية تردي في الأوضاع تردي في العلاقات كان العراق واضحا وصريحا أمام هذه الضربات وكانت هناك دورة للوجه من الحكومة العراقية تحسست ذاك الولايات المتحدة بدأت تبعث برسائل الحكومة العراقية تبعث برسائل إيجابية إلى القادة العام للقوات المسلحة أيضا طلبت عن طريق رومانسكي ومن خلال السيد الحكيم أن تكون هناك تهديئة للوضع وبالتالي كان هناك إجماع على أن الشرق الأوسط والعراق بشكل خاص يجب أن ينأى بنفسه عن قضية أن يكون ساحة الصراع ما بين المتصارعين في المنطقة بالتالي هذا المنح الذي نسعى من خلاله لأن هناك تقادم في العلاقات عملية تقدم عملية أن تكون هناك تطوير للعلاقات لكن بشرطها وشروطها ومن شروطها أن تكون هناك عملية احترام لسيادة العراقية أن تكون هناك عملية جدولة حقيقية لانسحاب القوات الأمريكية وبالتالي هذا المنحة ومنح الحكومة والحكومة اليوم جادة في هذا الخطاب وفي هذا العمل والعمل على تيرة متصاعدة اللجان تعمل بشكل مستمر على أن تفكك العقد وأن تجعل هناك موازين حقيقية ما بين الآليات وما بين التوقيتات وتعلمون أن الشرق الأوسط اليوم يراد له أن يذهب باتجاه الحرب لكن هناك رغبة في الآونة الأخيرة بعد قرار الانسحاب من شرق البحر المتوسط بالنسبة للولايات المتحدة هذه مؤشرات ودلالة واضحة على أن الولايات المتحدة أنهكتها هذه القضية عملية الدفع باتجاه أوكرانيا الأموال التي تصرفها الولايات المتحدة كل هذه الأثقال الداخلية على الحكومة الأمريكية والانتخابات القادمة هذه جميعها مؤثرات قوية جدا تجعل الولايات المتحدة تفكر في جانب آخر وهو أن تذهب باتجاه التهدئة أن يكون قرار السلم في غزة هو القرار الحقيقي الذي يمضي لأن ليس من مصحة الولايات المتحدة أن تستمر هذه التفاصيل وأن تذهب قوة الردع التي تحاول أن تعيدها الولايات المتحدة في المنطقة وأن تسيطر على الأمور وتجعل من هيمنتها هي الواعز لدى الدول الحليفة على أقل تقدير تعلمون جيدا أن كثيرين من الدول الجوار لديها علاقات قوية مع الجانب الأمريكي العراق يبحث عن علاقات متطورة مع عمقه العربي وأيضا مع العمق الدولي سيد زنك أنا موضوع عندما قال صلاحيات إقليم كردستان دستورية وأعني هنا الرئيس العراقي دستورية ولا توجد أي جهة رسمية ترغب بسحب هذه الصلاحيات وقبل يوم كان هناك تصريحات لسيد البرزاني عندما قال الديمقراطية مهددة كيف نفهم هذه التصريحات وأيضا نفسر تصريحات البرزاني نعم بكل صراحة الرئيس مسعود بارزاني عندما يتحدث يتحدث ويضع النقاط على الحروف حول الكثير من الأمور التي حصلت وهو معروف دائما بصراحته وضوحه في الكلام عن الوضع السياسي وهذا ما تعودنا عليه من قبل الرئيس هناك مواد دستورية بكل صراحة تبين الصلاحيات الحصرية والمشتركة والصلاحيات الأقاليم المادة 110 المادة 114 المادة 121 وهناك أيضا المادة 126 رابعا والمادة 141 هذه المسائل تذكر عدم وجود أو عدم جواز وجود قوانين أو تشريع قوانين تتخالف مع صلاحيات الأقاليم والاعتراف بالأقاليم النافذة بالقوانين العفوة النافذة لأقليم كردستان منذ عام 1992 وحتى هذه اللحظة إذن قانون انتخابات برلمان كردستان على سبيل المثال كان هو قانون رقم واحد للجبهة الكردستانية شرعة في برلمان كردستان وتم المضي قدما به حتى انتخابات 2018 المحكمة الاتحادية لعبت دورا تشريعيا في الخطوة الأولى ثم عدلت القوانين والمحكمة الاتحادية لا يجوز لها لا أن تشرع ولا أن تعدل وهذا من خلال قرارات في عامي 2020 و2023 من قبل المحكمة الاتحادية تبين بأنها لا تشرع هي فقط تفسر ولا يمكن تعديل فقرات هذه القوانين الرئيس لطيف رشيد عندما يتحدث عن الوضع العام العراقي بالتأكيد يجب أن يتحدث بشكل متساوي ومتوازن وشكل متزن يبين به بأنه حيادي وينظر إلى الأمور بمسارها الصحيح وهو ذكر الدستور وبالإضافة إلى ذلك الرئيس مسعود بارزاني عندما ذكر الخروقات التي تواجه أقليم كردستان هو يتحدث عن خروقات للدستور الخروقات الموجودة هي ليست فقط ضد أقليم كردستان على سبيل المثال المجلس الاتحادي لم يشكل حتى الآن مسائل تتعلق بالمدة 93 من الدستور العراقي من خلال اختصاصات المحكمة الاتحادية لا يوجد لها أي تنفيذ حتى الآن فقرات كثيرة في داخل الدستور ينظم بقانون ينظم بقانون حتى الآن لا توجد قوانين هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات السياسية بالمحصلة هناك أيضا مسائل تتعلق بالاستبيانات الدولية الاستبيانات الأخيرة بيّنت بأن العراق هو في المركز الثالث من حيث البطالة وهو في المركز الثامن من حيث العدوانية هذه الديمقراطية مهددة بحسب هذه الاستبيانات هذه المسائل تبين بأنه فعلا العراق في طريق خطيرة جدا ويجب على الجميع تدارك هذا الموقف الرئيس لطيف رشيد أيضا لم يخفي بأن هناك محاولات يجب أن تلعب دورها الأطراف السياسية لتدارك هذه المخاطر على الوضع العراقي هناك قتل يمارس في وضع النهار في مدن ومحافظات بغداد هناك مناوشات بين ميليشيات عسكرية وهناك تهديدات واضحة وصريحة لإعلاميين وصحفيين ولنشطاء في المجتمع المدني إذن بكل صراحة ما يتحدث به الرئيس مسعود بارزاني هو لا يخص فقط جزء من العراق لا يخص فقط إقليم المقاوف العراقية تبين بأن العراق في حقار بما يخص هذه ربما الأعمال وهذه العمليات بما يخص ربما أصحاب الرأي أصحاب الفكر أو الخطف والقتل قال بأن قواتنا الأمنية جيدة والجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية هل نفهم بأن هذه الكلمة تهديد بالجيش للتدخل الجيش موجود وسؤالي للسيد رحيم بالتأكيد اليوم القوات الأمنية والجيش العراقي على جهوزية عالية وهذا على لسان المختصين وعلى لسان القيادات العسكرية والقائد العام للقوات المسلحة اليوم المخابرات العراقية كان لها دور كبير جدا في تفكيك القاعدة وتفكيك داعش القضاء على قيادات مهمة في هذا التنظيم المسك بيد من حديد وقبضة حديدية على بقايا فلول هذا التنظيم الإرهابي اليوم العراق استطاع أن يبعد الخطر عن دول الجوار والسوار وكذلك الاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي الذي أتى لمعونة العراق وكل هذه التفاصيل اليوم أعتقد أن القيادات العسكرية حتى الأجنبية وباعترافات البنتاجون وكذلك وزارة الدفاع الأمريكية أن العراق بدأ يتقدم في هذا المحور وأصبح لديه القدرة والقابلية على الدفاع عن نفسه وبالتالي أعتقد أن فلسفة وجود الولايات المتحدة والتحالف الدولي هي هذه العقدة التي يجب أن ننتهي منها عسكريا لذلك يجب أن يكون الملف العراقي ملف خالص عراقيا لشان الداخلي القوات الأمنية اليوم تكشف الكثير من الخفايا والعمليات القتل الممنهج والتي أعتقد يريد البعض منها أن يقول بأن الحكومة غير قادرة أو أن الحكومة لا تستطيع أن تمسك بزمام الأمور وهي في الحقيقة أبعادها سياسية وأبعادها لربما تكون من عملية التصفيات تصفيات العصابات فيما بينها وشهدنا أن هناك الكثير من العصابات التي تأتي من عبر الحدود خصوصا من دول أوروبية شهدنا قتالها على ساحة بغداد شكرا جزيلا لك من بغداد كنت معنا القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي وأيضا كان معنا من أربي العضو الحزب الديموقراطي الكردستاني محمد زنجان شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر